صادق اليوم نواب مجلس الأمة بالأغلبية على مشروعي القانونين المتعلقين بمكافحة الكراهية ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس صالح جوجيل بحضور وزير العدل بالقاسم زماتي والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بسماء زوار بعد أن تم أمس أيضا المصادقة على القانونين من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية للمناقشة المحدودة وذلك نظرا لظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء جائحة كورونا